والطرف اللي بتتكره هو هما صغيات بيحصل بخطة وشيء من العكسية خلوكوا على وثيرة واحدة القف بالتأمى صالما هو عفوا واصل لمرحلة الهامجية بالضرب بقونف وانه هو يضراب كمان لما تحاولت ذاكي عنهم حاولت اتحذف اصل المشكلة لانه هو مستمعني انا وسمعني انا اواجهه للتأمى انت اللي سمعاني فحاولي ما تستفز بيش انفعالاته لانه هو انفعالاته غير محسوبة ومزدام بالاطفال دكتور عمر عادل استشاري نفسي وقسري بشكر حضرتك جدا على مداخلتك يا فانديم بشكرك هلنا نتكلم على حلقتنا النهاردة وموضوع كل يوم بنتعرض ليه يمكن في برنامجنا من خلال اتصالات حضراتكم ومشاركتكم لينا اللي بتكون معظمها عن الخلافات الزوجية وشكوة كتير جدا من سوق المعاملة بين الزوجين اللي بتوصل لحد الضربة احيانا والاهانة والعنف زي ما يكون بالزبط هم اعداء مش زوجين واختلفت المعالم الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى حطهلنا لشروط العلاقة الزوجية وهي السكن والمودة والرحمة وبقى مكنها مع الاسف الاسوى والعنف على رغم من ان الموضوع ممكن يكون ابسط من كده بكتير جدا ومش محتاج كل الصراعات والخلافات اللي احنا فيها دي خلونا نتكلم النهاردة عن قصة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وازاي سيدنا ابراهيم نصح سيدنا اسماعيل بتغيير حياته تماما وكمان تغيير العتبة يعني ايه تغيير العتبة ونصحوا بايه ده اللي هنقوله ان شاء الله النهاردة مع فضلت الشيخ محمد ابو بكر من علماء وزارة الاوقاف والازهر الشريف وان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم ولكن بعد الفاصل احيانا كده نقابل في حياتنا ناس نحس ان هي وش الخير علينا وقدم الساعد ممكن كمان يكون المكان اللي احنا عايشين فيه فيه اماكن كده نحس فيها براحة وطمأنينة ونحس ان هي كانت فتحة خير علينا وفيه اماكن تانية وناس تانية لما نقابلهم او اماكن نعيش فيها نحس ان احنا مقبضين من المكان او من الاشخاص دول ومش حابين ان احنا نتعامل معهم او اذا كان المكان فمش حابين اننا نعط فيه وبنقول دايما لما يبقى فيه حاجة يعني حاسين براحة وطمأنينة فيها وش الخير علينا زي ما احنا بنقول كده نمسك فيها بأدينا وسنالنا ولو اماكن تانية واشخاص تانية هم سبب تعاسة وشقاء في حياتنا نتخلص منهم فوراً زي بالضبط ما حصل مع سيدنا ابراهيم وكان امره لسيدنا اسماعيل وده اللي هنتكلم ان شاء الله عنه النهاردة مع فضلت الشيخ محمد ابو بكر من علماء وزارة الاوقاف والازهر الشريف وان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم اهلا بحضرتكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله وبياك واجعل الجنة مسوانة ومسواك ومسوا المشاهدين الكرام قولي امين تقبل الله منا ومنكم صالح العام امين يا رب امين يا رب قبل ما نبدأ في التفاصيل والحياة كانت شكلها عامل ازاي وليه سيدنا ابراهيم امر سيدنا اسماعيل بالتغيير فورا خلينا نقول ازاي كان جواز سيدنا اسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انشأ وبرى وخلق الماء والثرة وابدع كل شيء وذرة لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة اذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال درة في الارض ولا في السماء خلق ادم من تراب ثم اشتباه فتاب عليه وهدى ونجل خليل ابراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى وايد موسى بمعجزات تبهر الورى وارسل ايسى بالايات لأولنها وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى وبعد القرآن الكريم من اوله الاخره لا تجد تعبيرا واحدا عن الام كمستقلة او الاب مستقل انما اول نواه لبناء المجتمع في القرآن الكريم الاسرة صحيح واول نواه لبناء اسرة صالحة الزوجة الام ولذلك لا غرو ولا عجب لما نعرف ان سيدنا اسماعيل اللي احنا بتتكلم عليه النهاردة اللي هو ربنا مدحه في القرآن وقال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ربته امرأة امه احسنت التربية واحسنت العطاء فكان لها نعم الولد ولذلك ربنا يقول ايه وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يبقى الجزاء من جنس العمل صحيح ام لم تنشغل بمصاعب الحياة ولم تنشغل بان زوجها قد تركها تقاسي الام الوحدة والام التربية والام المجتمع والام التصدي لمشكلات الحياة انما فكرت ازاي تحط كل الهموم وكل الاحزان وكل المشكلات ان هي تربي ولا تصالح وهو مش هتبقى كل حاجة بقى الله فخرجت سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل شاب نشأ تقي ورع زكي اتقنا اللغة العربية وبالمناسبة انا عايز اقولك على حاجة جميلة قوي سيدنا اسماعيل هو وامه دفنة اللي هي سيدة هجر في الحجر ايه ايه هو الحجر الكعبة في حتة كده منها حجر سيدنا اسماعيل اسمها حجر سيدنا اسماعيل دفن في المكان ده ستنا هاجر ودفن معها سيدنا اسماعيل عليه السلام سيدنا اسماعيل كبر وتزوج من قبيلة اسماعيل قبيلة جرهم تزوج امرأة تسمى صدى بنت سعد لما تزوج صدى بنت سعد خرج يصطاد فجي سيدنا ابراهيم يزور ولده اسماعيل وخد بالك يزور ولده اسماعيل يطمئن عليه لانهم خلاص بنوا البيت وعمروا البيت الحرام لكن ابراهيم فضلوا دعوة هيدعوها لزوجة اسماعيل فرح سيدنا ابراهيم يعني ايه فضلوا دعوة اه ليه دعوة معينة هيدعيها لسيدنا اسماعيل ولزوجته هنعرفها بس يشوف الزوجة دي هي اهل للدعوة ولا لا هي اهل للتكريم ده ولا لا فرح السلام عليكم قالت وعليك السلام رجل غريب وضيف عابر كيف حالكم؟ قالت بئس الحال حالنا ما تعرفش؟ ان هو ابراهيم خالص ودي اول امارات الزوجة الصالحة ان تكرم الضيفة دون ان تعرفها مالها شلاقة مين الضيف ده مالها شلاقة افدا لان احنا امتنا امة الاكرام انبياؤنا علمونا على الاكرام وخلي بالك اكرام دون ابتزال ده تفرق يعني ايه ربنا في القرآن قال لزوجات النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا انا بقول للناس ليه كده مفيش مانع الدكتورة علمية تستقبل الناس وتكرم الناس وتجل الناس وتحترم الناس انها مش هتنعزل عن الناس انما في ضوابط وفي حدود وفي زي ما قال الاسلام من حام حول الحمى يشق ان يقع فيه هنا بيسألها كيف حالكم؟ قالت له بئس الحال ودي اول امارات الزوجة الشقية السيئة اللي هي انها بتكلم على كل ما يخص البيت لمن عرفت ومن لم تعرفوش دي اول الامارات ده افشاء سر ده من امارات افشاء السر ده هو في حاجتين ده هي افشاء السر والشكوى طبعا وافشاء السر اخطر لان النبي صلى الله عليه وسلم طلق احدى امهات المؤمنين بسبب افشاء السر وما راجعها الا حينما نزل جبريل راجع حفصة فانها صوامة تنقومها شوف القضية قضية ان البيوت اسرار طبعا البيوت كالكعبة عند الله سبحانه وتعالى البيوت لها حرمات شديدة جدا انت عارف حضرتك احنا ما بنيجي نتكلم عن البيوت يقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها يقولك يعني حتى تستأنسوا اه حتى تستأنسوا يقولك لا هناك فرق بين الاستئزان والاستئناس فليه استئناسي من طلب الانس ان انا اصلا مزورش حد الا اذا كان بيحبني وبيقنس لي تعالي كده الدكتورة لم يتيجي هي وزوجها الكريم يزورونا في البيت وبعدين نحط الغد وبعد الغد هتقول اعتزن نقول لا اصبري بس وصلي يعني صلي معنا العصر طب نتفرج على الماتش طب معلش طب يعني مؤسسوا عملة شوية حلويات كده أنا كلهم مع بعض تتمني ان هي تستأنس ولا تستأزن لا تستأنس طب ولو ضفت قيل تتمني يستأنس ولا يستأزن لا يستأز ما يجيش اساس مع السلامة هو كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا ما ندخلش بيوتنا الا من نأنس بهم الا من نشعر بالانس منهم عشان كده لها اداب طب ولو حد جيلنا احنا احنا نفسنا مش حابينه لكن هو مش واصلوا اننا لنبوشوا في وجوه قوم وكلوبنا تلعانهم هستقبلوا لكن مش هستأنس بي مش هايبقى المعاملة والمقابلة وشيء من العكسي خلوكو على وثيرة واحدة الاب بالتعامل هو عفوا واصل لمرحلة الهمجية بالضرب وانه هو يضرابك كمان لما تحاولت يضرابك عنهم تحاولت تتحدي في اصل المشكلة لانه هو مستمعني هو انا وسمعني انا واجهرهم للت لانت اللي سمعاني فحاولي ما تستفزيش انفعالاته لانه هو انفعالاته غير محسوبة ومزدام بالاطفال اللي تختارت لهم صحيح هو مع الاسف في النهاية هما اللي بيدفعوا التمن دكتور عمر عادي الاستشاري نفسي واسري بشكر حضرتك جدا على مداخلتك يا فانديم بشكرك هلنا نتكلم على حلقتنا النهاردة وموضوع كل يوم بنتعرض لي يمكن في برنامجنا من خلال اتصالات حضراتكم ومشاركتكم لينا اللي بتكون معظمها عن الخلافات الزوجية وشكوة كتير جدا من سوق المعاملة بين الزوجين اللي بتوصل لحد الضربة احيانا والاهانة والعنف زي ما يكون بالزبط هم اعداء مش زوجين واختلفت المعالم الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى حطهلنا لشروط العلاقة الزوجية وهي السكن والمودة والرحمة وبقى مكنها مع الاسف الاسوى والعنف على رغم من ان الموضوع ممكن يكون ابسط من كده بكتير جدا ومش محتاج كل الصراعات والخلافات اللي احنا فيها دي خلونا نتكلم النهاردة عن قصة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وازاي سيدنا ابراهيم نصح سيدنا اسماعيل بتغيير حياته تماما وكمان تغيير العتبة يعني ايه تغيير العتبة ونصحوا بايه ده اللي هنقوله ان شاء الله النهاردة مع فضلات الشيخ محمد ابو بكر من علماء وزارة الاوقاف والازهر الشريف وان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم ولكن بعد الفاصل احيانا كده نقابل في حياتنا ناس نحس ان هيا وش الخير علينا وقدم الساعد ممكن كمان يكون المكان اللي احنا عايشين فيه في اماكن كده نحس فيها براحة وطمأنينا ونحس انها كانت فتحة خير علينا وفي اماكن تانية وناس تانية لما نقابلهم او اماكن نعيش فيها نحس ان احنا مقبودين من المكان او من الاشخاص دولو مش حابين ان احنا نتعامل معاهم أو إذا كان المكان فمش حابين أننا نعط فيه وبنقول دايما لما يبقى فيه حاجة يعني حاسين براحة وطمأنينة فيها وش الخير علينا زي ما احنا بنقول كده نمسك فيها بأدينا وسنالنا ولو أماكن تانية وأشخاص تانية هم سبب تعاسة وشقاء في حياتنا نتخلص منهم فورا زي بالضبط ما حصل مع سيدنا إبراهيم وكان أمره لسيدنا إسماعيل وده اللي هنتكلم إن شاء الله عنه النهاردة مع فضلت الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وإن شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله وبياك واجعل الجنة مسوانة ومسواك ومسوا المشاهدين الكرام قولي آمين وقبل الله منا ومنكم صالح العام آمين يا رب آمين يا رب قبل ما نبدأ في التفاصيل والحياة كانت شكلها عامل إزاي وليه سيدنا إبراهيم أمر سيدنا إسماعيل بالتغيير فورا خلينا نقول إزاي كان جواز سيدنا إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرة وأبدع كل شيء وذرة لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال درة في الأرض ولا في السماء خلق آدم من تراب ثم اشتباه فتاب عليه وهدى ونجل خليل إبراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى وأيد موسى بمعجزات تبهر الورى وأرسل إيسى بالآيات لأولنها وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى وبعد القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد تعبيرا واحدا عن الأم كمستقلة أو الأب مستقل إنما أول نواه لبناء المجتمع في القرآن الكريم الأسرة صحيح وأول نواه لبناء أسرة صالحة الزوجة الأم ولذلك لا غرو ولا عجب لما نعرف أن سيدنا إسماعيل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هو ربنا مدحه في القرآن وآل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ربته امرأة أمه أحسنت التربية وأحسنت العطاء فكان لها نعم الولد ولذلك ربنا يقول إيه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية يبقى الجزاء من جنس العمل صحيح أم لم تنشغل بمصاعب الحياة ولم تنشغل بأن زوجها قد تركها تقاسي آلام الوحدة وآلام التربية وآلام المجتمع وآلام التصدي لمشكلات الحياة إنما فكرت إزاي تحط كل الهموم وكل الأحزان وكل المشكلات إن هي تربي ولا تصالح وهو مش هتبقى كل حاجة بقى الله فخرجت سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل شاب نشأ تقي ورع زكي أتقن اللغة العربية وبالمناسبة أنا عايز أقولك على حاجة جميلة قوي سيدنا إسماعيل هو وأمه دفنة اللي هي سيدة هاجر في الحجر أيه إيه هو الحجر الكعبة في حتة كده منها حجر سيدنا إسماعيل آه اسمها حجر سيدنا إسماعيل دفن في المكان ده ستنا هاجر ودفن معها سيدنا إسماعيل عليه السلام سيدنا إسماعيل كبر وتزوج من قبيلة إسماعيل قبيلة جرهم تزوج امرأة تسمى صدى بنت سعد لما تزوج صدى بنت سعد خرج يصطاد فجي سيدنا إبراهيم يزور ولده إسماعيل وخذ بالك يزور ولده إسماعيل يطمئن عليه لأنهم خلاص بنوا البيت وعمروا البيت الحرام لكن إبراهيم فضلوا دعوة هيدعوها لزوجة إسماعيل فرح سيدنا إبراهيم قبل يعني إيه فضلوا دعوة آه ليه دعوة معينة هيدعيها لسيدنا إسماعيل ولزوجته هنعرفها بس يشوف الزوجة دي هي أهل للدعوة ولا لا هي أهل للتكريم ده ولا لا فرح السلام عليكم قالت وعليك السلام رجل غريب وضيف عابر كيف حالكم قالت بئس الحال حالنا ما تعرفش إنه هو إبراهيم خالص ودي أول أمارات الزوجة الصالحة أن تكرم الضيفة دون أن تعرفها مالها شلاقة مين الضيف ده مالها شلاقة أبدا لأن إحنا أمتنا أمة الإكرام صحيح أنبياؤنا علمونا على الإكرام وخلي بالك إكرام دون ابتزال ده تفرق يعني إيه ربنا في القرآن قال لزوجات النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكلنا قولا معروفا أنا أقول للناس ليه كده ما فيش مانع الدكتورة لمية تستقبل الناس وتكرم الناس وتجل الناس وتحترم الناس إنها مش هتنعزل عن الناس إنما فيه ضوابط وفيه حدود وفيه زي ما قال الإسلام من حام حول الحمى يوشق أن يقع فيه هنا بيسألها كيف حالكم قالت له بئس الحال ودي أول أمارات الزوجة الشقية السيئة اللي هي إنها بتكلم على كل ما يخص البيت لمن عرفت وما لم تعرفوش آه دي أول الأمارات ده إفشاء سر ده من أمارات إفشاء السر ده هو فيه حكتين ده هي إفشاء السر والشكوى طبعا وإفشاء السر أخطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحدى أمهات المؤمنين بسبب إفشاء السر وما راجعها إلا حينما نزل جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامها شوف القضية قضية إن البيوت أسرار طبعا البيوت كالكعبة عند الله سبحانه وتعالى البيوت لها حرمات شديدة جدا أنت عارف حضرتك إحنا ما بنجل نتكلم عن البيوت يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يقول لك يعني حتى تستأنسوا أو حتى تستأنسوا يقول لك لا هناك فرق بين الاستئزان والاستئناس فليه استئناسي من طلب الأنس إن أنا أصلا ما زورش حد إلا إذا كان بيحبني وبيأنس لي تعالي كده الدكتورة لم يتيجي هي وزوجها الكريم يزورونا في البيت وبعدين نحط الغد وبعد الغد تقول أعتزن نقول لها أصبري بس صلي معنا العصر طب نتفرج على الماتش طب معلش طب يعني مؤسسة عملة شوية حلويات كده أنا كلهم مع بعض تتمني إن هي تستأنس ولا تستأزن لا تستأنس طب ولو ضفت قيل تتمني يستأنس ولا يستأزن لا يستأز ما يجيش أساس مع السلامة هو كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ما ندخلش بيوتنا إلا من نأنس بهم إلا من نشعر بالأنس منهم عشان كده لها أداب طب ولو حد جاي لنا إحنا إحنا نفسنا مش حابين ولكن هو مش وصل إنا لنبشوا في وجوه قوم وكلوبنا تلعنهم هستقبلوا لكن مش هستأنس بي مش مش هيبقى المعاملة والمقابلة والمزيحة حدثنا حدين وجوده لما يجي يقول لي والله هستأزنك عشان أصلي أقول له آه عين تعال تفضل المسجد جنبين مش هقول له هجيب لك المصلية هين مش كده صح يبقى فيه ضوابط فأول أمارات الزوجة السيئة أن تشكو مهما بلغت بها الأحزان والمشاكل ولذلك الرجل بيصلي ورا حضرة النبي ما تصلي على حضرة النبي فانصرف في المرة الأولى صلى وفتح زي ما بنقول زي حالتنا كده على 140 لا سنة ولا غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة قال لعل به مرض ثاني مرة لعل عنده ضيف ثالث مرة لعل به وجع رابع مرة لعل بها حاجة عايز أخش الحمام ولا حال خمس مرة أععده قال له يا رايا الفئي أنت لا بتختم صلى ولا بتصلي سنة ولا أي شيء وتجر على طول قال له يا رسول الله والله أنا معايا مشكلة قال له خير قال له أنا مملكش أنا ومراطي في بيتي إلا سيبدأ فأنا برج عجري عشان خطر أديهولها هي أعدى عريانا فأنا بصلي وراك الجماعة وجري جري أقلع وهي تلبس وبعدين تصلي واستنى عريانا حضرت النبي فاهم العذر وأعطاه كساء إداله الثو فرجع لمراته فرحان قالت له ما حبسك عني يا رجل ما أخرك إلا أخرك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا حصل قال له حدث كذا وكذا 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 ودي النبي بعت لنا هوا هدمتين نكتسبيه لو أن امرأة من نساء لا يتقن أدب الزوجية كانت شرحت كانت زغرطت لكن شوف المرأة بلغ من وراءها ودينها وإسلامها بكت وقالت يا رجل ألا تستحي يا امرأة فيما الحياة أنا عملتي قالت يا رجل أتشكو رب محمد لمحمد شوف العظم شوف المعنى أتشكو رب محمد لمحمد يا الله شوف العظم شوف الإيمان شوف التقى ما هو مر سليمان بن داود على رجل لا بيقوم ولا بيقعد نايم كده مشلون من كل جه وبيقول الحمد لله الذي عافاني مما اقتلى به يا عباد وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل فسيدنا سليمان ابتسم قاله فضلك بإيه وعافك من إيه قال يا نبي الله عافاني وفضلني بأن جعل لي لسانا ذاكرة وقلبا شاكرة وجسدا على البلاء صابرة شوف النعم شوف العظمة طبعا فأول أمرات الزوجة السيئة أن تشكو لمن عرفته ومن لم تعرف أما للزوجة الصالحة قبل ما نقولها نعم ناخد التليفون بقى أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل من السانة وانتو من السانة وانتو طيبين وقسرة البرنامج بخير والأستاذ وكلها وكلكم خير يا رب وانتي بألف خير وسعيدة يا رب الله يخليكي والله أنا عايز أسأل على حاجتين مهمين في حاجة سعبة قلبي ومدوخاني والحاجة الثانية عايز أستفصل من الشيخ منها فضالي بقول حضرتك أول حاجة هي الست اللي بتوصل الجنة ولا الأم للزوج حاضر دي أول حاجة وتاني حاجة هل هل واحدة تقطع والدها ستاشر سنة وهو على قيد الحياة وراجل غلبان على قد حاله وهي حالها متيسر وأطعه لي يا أم أحمد وهل واحدة تخلي برضو زي ما أطعت والدها تخلي حما ابنها يقطع حمادها وتعمل تدي حقن وتدي زنب والأم دي شئت عليهم تلاتين سنة تلاتين سنة شئت عليهم أبوهم لما كان بروح المدرسة ما كانش يعرف هم بسنة كام ده ينفع يا سيدنا الشيخ يجي لعياد ما يعيدش على أمه وهي يجي يجي تلاتين إيه عليها 16 سنة طب وهي أيا بتعمل كده ليه يا أمو أحمد عملت كده ليه وهل الأم اللي بتضحي وبتتعب ما بتاخدش منهم حاجة ولا بتسألهم بتديهم كل اللي عندها حبه حنان ولو عايزين في أزمة بتقف جنبهم وما بتزرهمش ولا بتبات عندهم يوم في الأيام ولا بتخش في حياتهم وهو بتشتغل ومش فاضية وسايباهم كده سايبا لها راجل وسايبا لهم رجالة ينفع مين ده يه صح أنا عايزة أسأل داي صح وده الصح بتاع البنات اللي أمون دولة هو المبدأ اللي هم ماشيين عليه أنا عايزة أفهم حاجة بس في الدنيا ده ينفع الكلام ده وتأثر على ابناء تأثر على وجوزها لغاية ما يقطع أهله من غير ما يفهم حاجة حسب لله هو نعم الوكيل وهو الوكيل المصرف ياخد حق كل الأماءات المظلومة وكل اللي بيقول كلمة تقعد له اللي كان تقعد حلوة وحشة في أي حد تقعد له وهو دين تدين يا أم أحد دين يا أستاذة دين تدين ولا سماح اليوم الدين ولا سماح اليوم الدين ولا سماح اليوم الدين يا إله إلا الله ولا سماح ولا قلب يرتاح أنا بش عايزة أعرف عايزة أعرف إيه الأم بتجنيه على مرات الإبن وهي بتطلع حاجة بنتها تدهلها بتبديها أقسم بالله يمينة تحسب عليه يوم القيامة أنا ببديهم عن وبناتي البنات أقسم بالله تاني أقسم بالله تاني ببديه لسوان ولادي عن بناتي أقول بنات في حدني واللي محتاجين وياخدوه ومأمري مفرقت بينهم وبين ولادي والله 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 يتحسب عليه ربنا أنا ببديهم عن ولادي عايزة حاجة تاني ربنا يا رب يكتبه في مزان حسناتك ويصبارك يا رب والعومري طلبت من عيل فلوس والعومري طلبت من عيل إيه قولي بيك يا عيل من العيل أقول له لا يا حبيبي خد راحتك في بيتك عومري مدايقتي عيل في بيتك حاضر طبعين يا أم أحمد دايما بقول إنه الزوجة هي زوجة ما بنقولش حاجة بس هي مش لحمه ودمه هو لحمه ودمه أمه وإخواته وأبوه والزوجة أنا معرفش والله أنا زوجة دي وأي راجل اللي بيقبل إنه مراته تقومه على أهل أهله إذا كانت أمه ولا إذا كان أبوه ولا إذا كان إخواته وأنا معرفش هي هي بقت موضة الحقيقة إحنا يعني تقريبا ما بيعديش حلقة إلا ما بنلاقي أم بتشتكي من أسوة ولادها عليها وإنهم رمينها وإنهم ما بيسألوش عنها وإنهم قطعونها وأصعب حاجة بتاقيق لي في الدنيا وإسألت سؤال الأول جميل جدا وميلا هيدخل الجنة طيب خليني في البداية هخلفك في اللي أنت قلتين بس أنا قبل ما خلفك خليني أقول للناس كلها ياريتنا نحفظ كده أن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل البطر وكل إنسان ياريته يفكر لكل عمل بيعمله هيقف قدام ربنا يقول له إيه طبعا كل حاجة أنت بتعملها توقف تتسئل عليها قدام ربنا تشوف هات جاوب إزاي والإجابة الأصعب أن أنت تقنع بها ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا ليس كمثله شيء لا يضحك عليه طبعا ولا تعرف تنزاك لها تلف ولا تدور ولا تلف ولا تدور خلاص يعلموا السر واخفة السؤال اللي سألته أمنا الكريمة كلاهما يدخل الجنة وأزمة البيوت بدأت إمتى أستاذتنا الكريمة لما بدأنا نسأل أمي ولا مراتش أه طبعا دي أزمة البيوت لا رغم أن العمر الزوجة هتبقى هي الأم ولا الأم هتبقى الزوجة ده دي حاجة ودي حاجة الاتنين في طريقين متوازين ما ينفعش متدخلين أبدا طبعا الأم لها حقوق وليها كرامة وليها واجبات والزوجة لها حقوق والزوجة لها حقوق وكرامة وواجبات يما أمك تطغى على زوجتك وحضرتك ما تفصلش أنت في النار أنت وأمك ويما زوجتك تضغى على أمك وانت ما تفصلش أنت في النار أنت وزوجتك لأن في النهاية كلنا أمام الله سواء النقطة الأهم الأم دي تخصني أنا الأب دي يخصني أنا ما يخصش مراتي في شيء يخص مراتي أو يخص جوزك في البر فقط لكن لا يخصه في أمر ولا في نهي ولا في قول ولا في فعل علشان كده أنا بقول لكل الناس أنت عايزت خلفني في إيه بقى أنا بخلفك في إيه أن حضرتك قلت أن الزوجة مهما يكون مزاي الأم لا لا ما قصودش كده أنا فهمت هذا لا ما قصودش كده ولعله قصر في فهم أقصد أنه يعني أنا بكلم على اللحم والدم بقول لتنين لحم ودم لحم ودم لتنين لحم ودم إزاي أقول لك ما يبقى أنا فهمت صح إيه ما أنا معنديش كصير في الفعل صحي الأم هي جابتهم منين من لحمها ودمها صح وربنا في القرآن لما أتكلم عن الزوج أتكلم عنها إن هي من ظلم أنفسكم نعم أنفسكم ده نفسهم الأم رأت ولدها في موضع لا يراه فيه إلا زوجتهم تمام مش كده صح يبقى لتنين كأم وكزوجة صار ست ري العرض طب هسأله لك بطريقة تانية فضلت الشيخ الزوجة اللي هي زي الوصف اللي احنا سمعين طبعا من طرف واحد اللي هي خلته تخلى عن أمه وقطع أمه وقطع أبه أو 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 مع لهاش ملال المشكلة فيه هو إن هو اللي سمع كلها الله يرديكي شوفي أنا دايما لما تيجي الزوجة أنا قصد هل مكانتها هي نفس مكانة الزوجة يعني بتحسوا على البر وعلى طقوة المكانة واحدة لأن الفساد في الأرض اللي تلقت تعرف احنا لسه طلعين من أيام الحج وبعدين وأنا برجع القرآن في مرة طولت مني إن أنا أتكلم عن الحج المبرور فلاقيت حاجة عجيبة أوش لقيت إن ربنا بعد آيات الحج اتكلم على حتة جميلة أوش اتكلم على أصناف الناس فاسمعي كده بعد ما ربنا اتكلم عن الحج وفصل الحج وآيات الحج وتعملي إيه في التعجل وفي التأخر وكل شيء قال لك إيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إعلاقة النفوذ بالحج ربنا بيقول لك إيه وقت في تكري إن اللي عاق أبو أمه لما يقف على عرفها يتغير إيه وقت في تكري إن اللي مسك الحجر لأن البذرة هنا بذرة نفس لو أنه أراد التغير لأراد قبل الحج عشان كده ربنا بيقول لك خلي بالك العلاقة قبل الحج وفي الحج وبعد الحج علاقة متكاملة علاقة ما لها؟ متكاملة يعني إيه متكاملة؟ يعني أنت بست على رجل أبوك وأمك قبل ما تطلع تقول لبيك فربنا يقول لك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك وتروح تطوف ويقول لك عد إلى بلدك حج مبرور وذنب مغفور عد ودادا لا وداعا هترجع لتاني يا عبدي فترجع زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج ونعتني نوع خبيث النفس عمر ما يترقى لأنه وقف وقف بجسده فقط ورائحة متكايل أنت هترقى الحج فهترجع زي ما ولدتك أمك فخلص بك ويعيط لكن هو يشهد الله على ما في قلبه وهو ألده الخصام هنا النقطة عشان كده أرجع لستة محمد وأقول لك إيه أن العلاقة بين الاتنين علاقة متوازية طب ست محمد لما بتسأل اللي قطع الزوجة معلاش ملام الزوجة على مين العيب على مين على الإبن اللي سمع العيب على اللي سمع خد بالي طب والبنت ما هي كمان ما قطع أبوها ما هو العيب عليها لأن هي يوم القيامة هتيجي ملهاش دعو بي أنا الأم مش هتيجي على جوز البنت وتقول له تعالي لقد كان صدري لك سقاء وحضني لك أمانة وحجري لك غطاء بما فعلت عملت إيه بالكلام ده كله ويجي الأب يقول له يا ولدي لقد كنت بك برا وعليك محسنا وإليك منفقة عملت إيه بالكلام ده كله خد بالك من ده كله فعشان كده أنا بقول للأم الكريمة اوأي تزعلي لأن في ناس كده النبي قال له وقد نزع الله الرحمة إيه من قلبه ربنا نزع الرحمة مش اللي أقرع ابن حبس بيقول له إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم واحد قال له أعمل لك إيه وقد نزع الله الرحمة من قلبك عشان كده ربنا في صورة البقرة بيحطي لك آية سليك يا سيد محمد بيقول إيه ثم قسى قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ده مش كده وبس ده ممكن تكون هناك قلوب أشد قسوة من الحجارة كما قال ربنا يا سيدري يا رب يا ربنا ده في من الحجارة اللي بيتشقق ويخرج منه الماء وفي اللي بيتفجر منه الأنهار وفي من الحجارة اللي بينهدي من خشات الله وفي قلوب لا بتتشقق ويخرج منها مالية ولا بتخرج منها نهار ولا بتتهدي من خشة الله لا تخشعوا إلا إذا وضعت في النار نسأل الله السلام أمين يا رب مدام مونة ألو مدام مونة سلام عليكم عليكم السلام ألو سمعان يا مدام مونة طيب حاولي تكلمين مرة تاني طيب نرجع نكمل فقالت له ما عندناش إيه بئس العيش وعيشونا أعندكم من طعام قالت ما في بيتنا طعام كيف حاله الماء بئس الماء كما ترى ده يعني شكوى شكوى من كله ما هو خد بالك ما هو في حتى الشكوى في شكوى بأدبك أنت ممكن حد يسألك أخبارك يقول له الحمد لله ودي في حد ذاتها شكوى لكن شكوى بأدبك ما هو الحمد لله ما حدش عارف في قلبك إيه بتحمدي على الخير ولا الشر طب أنا كده شكوى بأدب ما هو شكوى بأدب إنما الصبر الجميل أن تقلب الوجعة إلى خير عظيم فأقول لنا في خير ونعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ أزاي في خير ونعمة أنت مش زوجك عمل عملية تقول له أيوة سيدي ده نعمة أنت بتعرفش حاجة ده ربنا نجانة وبعت لنا الرزق اللي ما خلناش استدننا الحد ولمدنا إيدنا الحد ورفع رأسنا قدام الناس هو ده اللي هو إيه قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله قول لك عجيب أهو يا أخي هي أي حكايت ده ما بتشكيش خالص ده الدنيا عندها من الكربسة يا عمد أنت مش فاهم حاج ده في جارتنا بنتها سيطة في السنوعة عامة أنا ربنا كرمني وتلعب بنتي من الأوائش وكرمني وابني ربنا كرم وكرمني في نفسي وكرمني في بيتي وكرمني في حياتي وكرمني وهي لما تختلم مع ربنا تقول له علمك بحال يغني عن سؤال ودي أحلى حاجة بقى في الدنيا تعلم أن الأمور قد عظمت وأن الهموم قد سكلت لكن لا شكوى لغيرك لأنك صاحب الشكوى ولا يشتكى لغيرك وتبدأ تكلم ربنا والله يا شيخ محمد ليها طعم طبعا وأحساس طبعا مختلف تماما طبعا يعني في ناس تقولك مهو أنا لازم أنا بشتكي علشان خاطر أخد ودي في الكلام يا رب يا رب يا رب وصلنا لدرجة أن الشكوى ما تبقاش غليه اللهم أمين عارفة ليه عارفة ليه لأن أنت كل ما تشكيني أقولك كل ما تشوفني هو مكتوب على وش مكتب شكاو الجمهورية فإنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحم الله يغضب إن تركته سؤاله وبني آدم إن تسأله يغضب مش كده ولا إيه صح صح لكن ربنا بيديك على طول ويسمعك على طول يعلمه السر وأخفى مش كده طبعا منقول في المقدمة كل حلقة من ساعة ما بدأنا قصص الأنبياء لا يغيب عن بصره صغير النملة إذا سرى ولا يعزب عن علمه مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فقالت له بئس الحال حالنا قال لها طيب لما يجي زوجك إسماعيل قولي له غير عتبة دارك غير عتبة دارك والجزء ده مهم جدا خليني أخد التليفون وأرجع على حضرتك فيه معانا مدام مونة أيها الشرام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمحت ممكن أفعله مشير تفضلي مع حضرتك السرام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا كان عندي مشكلة كده كنت عايزة رأي حضرتك بس تفضلي يا مدام مونة تفضلي بس عالي صوتك لو تكرمت أنا متجوزة بقريس سنتين وفاطرت الخطوبة كانت طويلة شوية فأول خطوبة كنت سألت أنت بتشتغل إيه وكده فقال لي أنا بتجير في العربية لا يعني إيه سألت أنت بتشتغل إيه هما مش المفترض أول ما أعادنا مع بعض وكده أول مرة يعني لما جيت أقدم لك إرتحت له وكلمت معاه أنت بتشتغل إيه قال لي بتاجر وكده فقلت تمام بعد الخطوبة شوية قال لي ده هو ما كانش ليه رأس مال فيها يعني فيعني كل مدى كل فين وفين مرة كده فالمهم تكملنا الخطوبة ومش عارفة إيه فقلت طيب يمكن مشاكل وفترة ويبقى في شغل ومش عارفة إيه فكملنا الخطوبة وكله تمام كنت سمحت من بره أنه هو كان بيشرب حشيش وكده هو أنت معلش أنا عايزة بس أسألك وباباكي ومنتك فين يعني أهلك فين بسي هما الجماعة الأول ما كانش موافقين على الخطوب ليه بقى لما كانوا سمعوا أنه هو يعني بيشرب حشيش وكده يعني وسألوا على شغله وعرفوا أنه هو ليه شغلانة هو ما سابت فيها ولا عرفوا إيه لا ما سألوش على شغل هما سألوه أنت لا أنا ما بكلمش على أنه سألوه هو هما ما سألوش عنه يعني نسألوش الناس عنه زي ما بنسأل كلنا كده لما عاريس بيجي يتقدم لما سألوه باباه هو شيخ قالوا طبعا الشيخ البت فيه قرآنه مش عارفة إيه وأكد أهلو ناس كويس دين محدش آآ قال عنه حاجة غير لهم ناس بعيدة قالوا أنه هو بيشرب حشيش مم فقالولي بلاش ومش عارفة إيه قلت له خلاص هنهود معاه وهشوق وهتكلم معه يعني كده لما قعدت معاه آآ قال أنه هو وعد مني أن هبطل أنا بشرب كل فين وفين مرة وعد مني أنه أنا خلاص هبطل وكده كان مهم صدقت وكملنا مع بعض وكنا ماشيين كويس هيك تبثل فترة القطوبة اللي هي المشاكل العادي مشاكل العادي آآ كنا نرجع ونتكلم المهم آآ حصل بقى الجواز وكده ومشينا كويس مع بعض ففي الجواز لقيته إن هو بيشرب آآ مرة في مرة اكتشفت إن هو بيشرب آآ كان جاله كم شغل حيقولي مثلاً آآ ده لا الشغل ده مش كويس لا مش عارفة إيه فآخر مرة قلت لأ مش هين فحكي لازم أنه أنا أخذ موقف فوقت كان جاله شغل آآ ألفين جنيه يقولي يراحل مقابلة ولما راجع قالي ألفين جنيه طب هاملوكوا بهم إيه طب مش عارفة إيه لاقيت كل مرة الشغل لازم يطلع لي فيه حاج طب و... تصرفوا منين بقى عايشين مع باباه ومامته هم اللي بصرفوا عليكم? اه. عاديين معاه مامته هنفني اكتر من مرة. وغلطت في اهلي كتير. وهو كان اه لما نضغط عليه وكده كان جاله الشغل في سافر. راجع اخد مرض من هناك. ورجعتاه بفترة طويلة. لا لا اه 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 سافر سافر اشتغل يعني? اه. سافر اشتغل بره. اه. ناس كلموه كده فقلتب انت اه مقتنع بالشغل ومش افقال كويس ده هم مش قلولي فيه مش عارفة ايه. اه. المهم راح وجه من هناك اه خد مرض من هناك وكان سافر اه جنوب افريقيا. اه. فخد مرض من هناك ورجعتاه بفترة قعد شهر كده تعبان. طبعا. المهم بقيت يعني معاه لقيت مامته انت السبب ومش عارفة ايه. والمهم تسميتني كلام وشش كتير يعني. اه. اه. اممي بعد المفاوبة كويس. اه قلت له كان لقيت الشغل ده بقى فقولت له رسو مش عارفة ايه. مامته قالت هو انت عايزة موتية. انت مش عارفة ايه. اقول لها عايزة موته لايه عشان خاطر بناته احنا معنا دلوقتي بنتان. اه. 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 فبقول عشان خاطر بناته انا بتكلم مصلحته. اه. ومصلحت البنات ده. اه. فهي لما ما يكونش هو اه تقول لي انا نفسي ان هو يشتغل انا هفضل اه هفضل اصرف عليه لانتا. طب لما موت طب مش عارفة ايه. انا بس مع الكلام ده بيضيقني. اه. لما اكون قاعدة معاه. بتكلم معاه. لازم تشوف شغل. لازم حياتنا تبقى غير بكدة. هتبدأ بتاخد من امرها. طب سؤالك سؤالك ايه يا مون? سؤالي دلوقتي ان انا دلوقتي خدت موقف. لما هو ما رحش الشغل ده. اه. خلاص يوم مش هتشتغل وتكفي بيتك انا رحض في بيتنا عشان مش هودة لا تتحمل اهانة من منطق ومن اهلك. علشان خاطر ان انت مش هايز تشتغل. هو انتم كلته واللينا شقة فيه يعني. طمام. 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 فانت دلوقتي خدت موقف وروحتي بيت اهلك. ايه. قلت له لما تشتغل وتقدر تصرف عليناك على خدمة. طيب. فاللوقتي المشكلة. الجماعة كلهم كلهم بيقول لي لا ما ينفعش نكتريش معاه بعد الشرب الحشيش وانه هو بقيت دلوقتي شهر في بيتنا مسألش علينا. طمام. انا والبنات. الجماعة بيقول هني بعتوا ليال ونشوفهم هيعملوا ايه. فمحتارة. ابعت ليال لو لو ليال بادوا عني مش يقولنا شوفهم هيكرهوهم في اموه. لما يكبروا مثلا هيقولهم بستينة. ما تسيبيش ولادك. ما تسيبيش ولادك ايا كانت الظروف اللي في الدنيا. ايه وعي تسيبي ولادك. طيب. نجاوب عليها فضلت الشيخ عشان الوقت. طيب هو خليني في البداية اقول لها ان هي جنت. من البداية. من البداية كان غلط. ما زرعت. صح? وانا دايما ما بيجي حدي كده اقول لي يا عم الشيخ انا متقدم لبنتي واحد حتى ما بيصليش اقول له ما تجوزهش. ان النبي صلى الله عليه وسلم منزوج ابناته لتارك صلاة فقد قطع رحمها. لانك ازاي هتقول له بعد كده قال الله وقال الرسول. ازاي هتخوفه من ربنا. هي دورت على هو بيشتغل ايه. لكن ما دورتش ازاي بط الحشيش. ما دورتش. وهو قاعد معها ما اللي يحب فيها فترة الخطوبة. الظهر يأزن والعصر يأزن ولا ام صلة ولا اي شيء. ودي آفت العصر. ان احنا بندور على امور كتير جدا. والناس بتتغاضى عن بعض الحاجات وتقول لك صلو بعد الجواز هيتغايد. بس كده. فيوم ان نسينا الدين هدمت البيوت وضعت البيوت وضعت الاسرة. واصبح الحال عندنا النهاردة في كل قناة تلفزيونية وفي كل برنامج عندنا صادة بنت سعد اللي هي زوجة اسماعيل للأولى. وهي بتعلق على الناس امرها وامر حياتها. انا من وجهة نظري. انا مقدرش اقولك لا تسيب الولاد ولا تاخدي الولاد. انت اضرب نفسك. انت اضرب حالك. انت اضرب تطلب تطلب الطلاق. تعود على زمته. انت الاضرة لان انا سمع من طرف واحد. لكن انا في يقيني اذا اردت الاصلاح اصدحي. اذا استطاعتي ان تصبري وانت تحملي فافعلي. وان لم تستطعي فلا حرج عليك. ربنا يهدي للناس كلها الحال يا رب. اللهم امين يا رب العالم. نورتني يا فضلت الشيخ. انارى الله كلبك بالايمان ووجهك بالسعادة وانكمل ان شاء الله بإذن الله لو عشتك يا عمر بشكر حضرتك جدا. شكر الله بلك. مشاهدين هنروح مع بعض الفاصل وبعض الفاصل ان شاء الله نكون مع حضراتكم وفكرة مسجلة من وبكرة. احلى. زيادة الوزن من الحاجات الصعبة لأي حد ممكن يتعرض لها خصوصا في بعض الحالات اللي بيكون عندهم مشاكل صحية تانية غير زيادة الوزن. زي مثلا مرضى الكانسر ما بيكونش قدامهم حلول كتير عشان يتخلصوا من الوزن ازاي؟ ده طبعا بسبب الكيماوي لانه في معظم الاحيان بيكونوا بيتعرضوا او بيتعرض مع منتجات تانية كتير جدا وانظمة كتير قوي. النهاردة هنتكلم عن ازاي الشخص اللي بيعاني من امراض معينة ممكن يكون عنده صعوبة في انه ينزل بوزن مثالي وانه ياخد بعض الادوية ده بيبقى عنده مشاكل. احنا هنقول له ازاي النهاردة يقدر يخص بدون اي مشاكل صحية ممكن يتعرض لها تاني. هيكون معنا ان شاء الله دكتور خالد عبدالعزيز ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلع وكمان عضو الجامعية الامريكية للسنة. دكتور خالد منورني واهلا بحضرتك. الكندية مش الامريكية. الكندية. الكندية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عشان حد يبقى عنده مرض وبيعاني من سنة بتبقى مشكلة كبيرة جدا. نحي. وانه ياخد بعض الادوية او ياخد بعض الحاجات اللي تساعد في انه ينزل ودنه. وده يعني مش متاح خالص. طبعا. ايه الامراض اللي ممكن تكون السنة سبب رئيسي فيها. الاول وبعدين نقول ازاي اقبار يخص. طب يا السنة طبعا من الحاجات الخطيرة قوي اللي ممكن سبب امراض كتيرة قوي. من ضمنها سكر. ضغط. كوليسترول. اه امراض دورة دموية. اه مشاكل في القلب. اه كانسر. يعني من الحاجات برضو اللي كتير الناس اللي عندها سمنا هي اكتر ريسك انها ممكن يحصل لها كانسر. او سرطانات. الستات. يعني البريستي كانسر او سرطان السادي. اه. برضو من احد اهم الاسباب واللي بتتزايد كل سنة دهون. فنسبة حتى السيدات اللي بيصابوا بسرطان السادي بتتزايد كل سنة عن السنة اللي قابلها. ولما من احد الاسباب القوية لها هي الستة تخينة. فالدهن كل ما كان فيه دهون وفيه دهن اكتر في جسمنا. انا حاطت نفسي عارفة ايه. في مركبة كلها خطر. اطلع بقى من الخطر. هو هو صندوق الدهون. اللي بتبقى هو صندوق مقفول علينا. كل ما بيبقى فيه دهون موجودة. جوة الجسم كل ما انت حاطت نفسك في صندوق من الامراض. فعلا. فعلا. كلامك صحيح. طيب. نحل المشاكل دي ازاي مع الناس اللي بتعاني من بعض الامراض اللي بيبقى صعب شوية عليها ان هي تاخد بعض الادوية. تمشي على نظام معين. في ناس مرضى سكر مثلا. بيبقى وزنهم كتير قوي. هما كده كده مطالبين في السكر ان هما يزبطوا طريقة اكلهم. لكن هما بيبقوا. مش قادرين. يعني عندهم شهياتهم برضو مفتوحة. بصوا مريض السكر يعني سينستيف قوي. وحساس جدا. وهتبتدي الدكتور اول ما بيقعد معرفة. هبتدي يحرمه من حاجات كتيرة اول. نفسيا الحرمان ده بيخالي ان هو عايز يأكل اكتر. دي رقم واحد. رقم اتنين. عنده مشكلة في افراز مادة الانسورين في جسمه. افراز مادة الانسورين لما بتقل ده بيحسسه اكتر ان هو اجعان اكتر. وعايز يأخذ حاجات مسكرة. فدايما مريض السكر. حاسنا عايز حاجة مسكرة. عايز حاجة مسكرة. دايما نريقون ياشف. فعايز اشرب سويا كتير. وعصائل كتير. وحاجات فيها سكريات. فكل ده بيرفع معدل السكر الموجود في جسمه. لما بيجي مريض السكر عايز بقى وزنه زايد وعايز يخس. في الحالة دي احنا لازم انه بواقفين واقفة معاه ما بين البنين. لانا عايز احرمه قوي ولا هفتح له الباب قوي. وفي نفس الوقت لازم ياخد حاجة ما تأثرش على الادوية السكر اللي هو بياخدها. او كمان ما تأثرش على الانسورين اللي هو بياخدها. فلازم الحاجة دي يكون ليها مواصفات معينة. طب ايه هي المواصفات دي. اول حاجة انها لازم تكون حاجة طبعية. ناتر. ما فيهاش كيميكالز. علشان ما تأثرش عليه بالسلب. الحاجة التانية والمهمة جدا انها تقدر انها تبتدي تزبط لي معدل السكر اللي موجود في الدم. اضافة على انها تقليل الدهون. طب ده هيتم ازاي؟ كل الابحاث العلمية على مستوى العالم النهاردة متجهة ليه الفايبرز. الفايبرز لانقاص الوزن. الفايبرز علشان ابتدي ان انا اقلل من الدهون الموجودة في جسم. الفايبرز علشان انها تسد من جوعي. فكلمة السر النهاردة في تخسيص لمرضة سواء كان سكر او عنده كانسر او ضغط هو الفايبرز. ده علشان ما نبقاش بنلجأ للجراحة وللعمليات بتاعة التخسيص اللي بيبقى ليها بعض الاضرار اللي ممكن تكون مسببة مشاكل تانية. مريض الكنسر. ويعني. هو مريض صعب. اه. احنا بنقول انه خصوصا انه مريض الكنسر اللي عنده سنة مفرطة. فكرة انه لا ده ما اتقربلوش. ده مش اي حاجة ينفع يخدها. مش اي حاجة ممكن يعرف يا كلها. مش اي يعني. ليه ليه كده حياة مختلفة تماما. ده حقي. ده حقي. يعني هو مريض الكنسر الحقيقة يعني عنده شقين الشق النفسي والشق العضوي. فلازم ان احنا الاتنين نكون مغطين له بشكل كامل. اه. طبعا على مستوى العالم كله من اشهر ده كاترة دكتور آآ جريجر. ده اشهر علماء لطب واللي بتكلم عنه وتأثيره على التغذية والسرطان. فبداية نسبة السرطان كل سنة عملها بتزيد. 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 فلا بحث العلمية كلها على مستوى العالم. لقيت ان الفايبرز. الاشخاص اللي بيأكلوا في واجباتهم حاجات خضرة. او بيأخدوا في فيبرز. ده بيقدر ان هو يمنع عنهم مرض السرطان. السيدات اللي في واجباتها فيها فيبرز كتير وفيها الياف طبعية كتير. بتقدر تخميج اسمها. ده بيقدر ان هو يمنع عن مرض سرطان السدي. طبعا كل الهيئات العلمية بما فيهم الناشنال جورنال اوف كانسر. بما فيهم كتب الانكولوجي بتاعة الاورام. كله النهاردة بيقول لازم اكلنا يكون فيه فيبرز كتير. ومركز. ده علشان ان ابتدي اقي جسمي من السرطان. طيب. انا كده عملت حاجة من الفايبرز مهمة قوي اللي هي ان انا هقي من السرطان. طيب. ازاي بقى? ده بيحصل ازاي? الفايبرز دي عبارة عن الياف طبعية. وموجودة في الحاجات الخضرة. والحاجات الخضرة فيها مادة اسمها الكولوروفيل. مادة الكولوروفيل ديت بتقدر انها تعيد مرة تانية التوازن بتاع الخلين. مع فكرة الكانسر او السرطان هي خالية ما بقيتش تقوم بوظيفتها. وبتبتطي تهاجم خلايا تانية. وتاكل فيه الخلايا الحية بتاعت جسمنا. وتنتشر. فانا مادة الكولوروفيل الموجودة في الفايبر هتقدر انها تعيد الخالية مرة تانية التوازن. طب تأثيرها ايه على التخسيس؟ معنى برضو نفس الشيء. انا منعت السرطان. وحتى لو حد عنده كانسر. بيقدر ان هو يساعده مع العلاجات اللي هو بياخده. ان هو مريض اللي عنده كانسر. بتقول بيساعد الادوية بتاعت الكانسر ازاي؟ بالزبط. انا النهاردة هو بياخد ادويته بتاعت الكانسر. الفايبر فيها مادة الكولوروفيل. الكولوروفيل دي بتقدر تعيد مرة تانية التوازن الخلية. اللي هي حصل فيها دامج. كمان الخلية اللي لحسة هيحصل فيها دامج. ودي وول الدائد معروف على مستوى العالم مادة الكولوروفيل الموجودة في الفايبر. طيب يعني معناها ان انا النهاردة ابتدي انزل اجيب خضروات كتير واكل كتير فيه حاجات خضرة زي الافوكادو وزي الخاس وزي البروكلي. اه هات. بس انت محتاج كميات كبيرة قوي من دول. يعني محتاج تاخد كميات كبيرة. فالنهاردة انا فيه عندي فيبرز موجود وكونسنتريتد مركز. هقدر اخده وهدي نتيجة اسرع. واحسن. الحاجة التانية بيفضل في الجسم فترة اطور. هيخسسني ازاي? هيعمل ايه? هيملل معدى. انا عايزة املل لك معدتك عشان ما تحسش ان انت جعان. فالفايبرز المركز اللي انت هتاخده جوه معدتك ده هيمللها بشكل كبير قوي. فتلاقي معدتك على طول مليانة. فحاسس على طول بيدي اشارات للمخ انا شبعان. وفي نفس الوقت كمان الخلايا الدهنية هبتدي ان انا اطلحها لك من جسمك واقصرها وتخرج برا الجسم. فانتخذت كل الفوايد اللي موجودة في الفايبرز. فطب هل دكاترة الاورغام والدكاترة اللي بيعالجوا الناس من الكنسر? عارفين الفايبرز? اه عارفين الفايبرز. بينصحوا فيه المرضى اه بينصحوا فيه المرضى. واللي دوايد على المستوى العالم. هنا في مصر او في اي دولة في العالم. يعني دايما هيقول اي مريض كانسر انا عايزك تاخد كمية فايبرز كتيرة قوي. طب هي الفايبرز زي بعض? لا مش زي بعض. ما انا كنت رسي هقول لحضرتك الفايبرز اللي هو المنتج او الدوا اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة? ولا انه لا كل بقى حاجات ورقية كتير وكل يعني حاجات خضرة كتير علشان خاطر دي مفيدة للصحة وللبشرة وللشعر وللمرض نفسه. ولا ايه؟. بص هو للأسف يعني الزراعات على مستوى العالم بتتجه ناحية الحاجات الكيميكالز والاسميدة ومش عارفة ايه في اماكن الزراع. حتى ده بعنا نقلق منه. يعني زي من كانوا بيأكلوا من الارض ما بيحصل لهمش حاجة احنا النهاردة بنفضل نخسل فيه في الغسالة وبرضو بنعيا. اه ده حقي. ده حقي. فعشان كده دايما نلتجاه كله ناحية الحاجة الاورجانيك. ان انا اكل حاجة اورجانيك. اللي هي مزروعة من غير مبيدات. اه حاجة كمان الارض نفسها ما خدتش اسميدة اه كيموية او خدت مبيدات اه كيموية. فبتبق اورجانيك. ده عشان بس يعني سادة المشاهدين يبقوا معنا ده شرح تقريبا للفايبرز. بالزبط. فالفايبرز بودر مركز. اليف طبعية. مية في المية. ما فيهاش اي نوع من نوع الكيموية اورجانيك. من نبتد ان احنا ناخده عن طريق الفم. يتاكل. يبدأ اول في مية. لمدة دقيقة ودقتين. لما بيخش المعدة عندي. الفايبرز تزود بيبتد ان هو عاشق للمية. حبا جدا. كل ما تدي له مية اكتر كل ما الحجم بتاعه بيكبر. وكل ما نشرب مية اكتر كل ما بشرتنا وشعارينا وصحتنا تبقى احسن. ده حقيق. ها المية اساس الحياة. فالنهار ده انا دي جسم فايبرز ومديلو مية. الاتنين دول احساس الحياة بالنسبالي. المعدة اتملت. خلص انا حسيت انها شبعية. ها. فخلص مش محتاج ان انا اكل تاني. مش محتاج ان اضيف للجسم تاني. والجسم اوتوماتيك عايز الطاقة بتاعته الاتي بي. يكسر ويحرق دهون فييخط. ها. بتصل هنا في العملية دي عملية انقاص الوزن. بس بشكل طبيعي وهلسي. ممكن نلاقي بعد فترة قد ايه بدأ يظهر تغيير في شكل الجسم في المقاسات في الوزن. اه السؤال ده حلو. كله بيبص على النتيجة. طب انا اخيس يا دكتور بعد قد ايه. اه طبعا. كله عايز يبقى من اول يوم ويخلص. لا مفيش حاجة يسمعه من اول يوم. ومفيش حاجة ان انا حاطت ميزانه وكل يوم قاعد اوزن. الكلام ده غلط. واخنى المؤشر لنا يا دكتور. الميزانه على المقاس. بص هو اتنين. يعني فيه عندنا اللي هي محيطة الجسم وكتلة الجسم. وفيه الميزان الوزن العام بتاع الجسم. فالاتنين لازم هيقل له. ما يفعش واحد يقول لك انا حاس ان انا اه المحيط بتاع جسمي قل ووزني ما قلش. لا يبقى انت عندك حاجة غلط. فاحنا بنحطه على جهاز الانباطل. بنبتدي نشوف نسبة المية عنده قد ايه. نسبة الدهون عنده قد ايه. كتلة الجسم قد ايه. الدهون كمان متركزة فقانية حتة في الجسم. يعني انت في الجزء العلوي اكتر ولا في الجزء السفلي اكتر. كل دي حاجات برامترز او حاجات احنا بنحطها عشان قد بيدي اتقول له انت ازاي هتخس. وطريقة خسنك هتتم ازاي. طبعا لما بنشوف الحاجات دي كلها بيبقى عندنا هدف. ان ان الشخص ده يخس بس في نفس الوقت محافظ على اعضاءه الداخلية. انا محافظ له على القلب. محافظ له على المعدة. محافظ له على الكلم. محافظ له على الكبد. كل اجزاك الداخلية سليمة. وفي نفس الوقت الجلد. لازم احافظ له على الجلد ده مهم قوي. ده المظهر الخارجي بتاع اي حد. انا بصف وشك. لازم ان اكون شايفك لما خسيت. بس وشك لسه نظر. في نظارة. في نظارة طبعا. ده حقيق. طيب. بعض البعض الادوية بتاعت التخسيس اللي بيبقى اكيد لها سعيد الفكت. وفي بقى كانت بس دات منع طبعا من زمانة. الادوية اللي ممكن تكون بتشتغل على المخ وبتدي اشارة للمخ بالشبع. فبتقلل موضوع الاكل تماما. وبني قدم ما يبقاش عنده شهية مفتوحة طول الوقت. ولكن بيبقى ليها اضرار تانية. اضرار الالياف معنا ايه. سؤالك حلو قوي. اضرار الالياف. الحمد لله. طب احنا كمشاهد عادي مش كلام في الطب. انت لو كلت خضار هيحصل لك حاجة. هيبقى فيه نقطة اضرار. بس يعني ماشي بس يعني احنا ما بنقولش ان احنا بناخد خضار يعني اكيد متضاف عليه بعض الحاجات. خالص. ميتشورل مية في المية. يعني الالياف طبيعية مية في المية. مش عليه اي ادفات. خالص. ما ما تحطش عليه اي حاجة كميكالز. نهائيا. وفي نفس الوقت ارجانيك. فانا لو باكل خضار كتير في اكل ده هيضرني. طب انا لو باكل خضار كتير في اكل ده ممكن يأثر. دي طريقة. اه دي طريقة زي ما احنا شايفين كده لو حد من المشاهدين عايز يعملها حتى في البيت طريقة سهلة وبسيطة. كبايتين فيهم مية. اه واحدة هنحضر فيها الفايبرز او الالياف بتاعتنا زي ما احنا شايفين الباودر مركز اه للالياف الطبعية. اه. وهنحط على نصف كبايت مية وهنقلبه الفترة ديئة او دقيقتين. زي ما احنا شايفين بيحصل التجانس. لغاية لما يوصل في الشكل النهائي الهلامي. كبايت تانية لعلاق دينا الشمال. فيها طبعا من الدهون ومية. وحطينا فيها الفايبرز. وسبناها ما قلبناش. اه في النص الاولاني من التجربة اللي احنا شايفينها على الشاشة. بيحصل عملية التجانس. هتوعد لها ديئة او ديتين. لغاية لما نوصل ليه الشكل الهلامي السابت. يعني حتى هنقلب الكباية. مش هتبقى اه 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 اصال بم فيهاش حاجة. بزبط. فحتى هتتمنى معلقة. طب هي الكمية الصغيرة دي هي دي اللي هتمنى معدتنا يعني. يعني عشان بتنفش. بالزبط. ها هتنفش في المعدة. وهتديها مية كل ما هتديها مية اكتر كل ما هتكبر اكتر. فانت لو حاسيت ان انت لسه معدتك فيها مساحة. اشرب مية. هتلاقي نفسك المعدة كلها بتتميلي في النهاية. ومهم شعور بالمية بعدها يا دكتور. جدا. جدا. المية حتى في اي نظام غزائي او حتى للناس اللي مش عايزة تخس لازم تشرب مية. ده ده مهم لحياتنا ايه. وزي ما احنا شوفنا كده قادل الكوباية. ونبتدنا كلها بالمعلقة عايزة ازود عليها شوية ناكهات. مفيش مشكلة. ناكهات برضو كون طبعية وناتشورال. عايزة حط ارفة. عايزة حط آآ آآ ريحان. عايزة حط نعناع. شف الكوباية التانية حصل في ايه. بتدد يحصل فيها ايه. الدهون طبقة الدهون. بدأت خالص. لا على الشخص المريض ولا الشخص اللي مش مريض. بزبط. يعني اي حد وطيفر انت عندك مرض او ما عندكش مرض او انت آآ بتقلق او عندك حاسسية من آآ حاجات معينة. الفايبرز ملاش اي نوع عمرنا ما سمعنا ان حد عنده حاسسية من الخاصة. محصلتش. صحيح. فلا فانت هتقدر تاخد الفايبرز بشكل طبيعي وناتشورال حتى جسمك مش هتحسس منه بالعكس. ده انت هتفيد كل خلية في جسمك هتستفيد منه. طي بس ازينك ناخد التليفون ناخد مادم سوزان. مادم سوزان اهلا بيك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا كنت عايزة اسألني الدكتور على حاجة. افضلي. اه ازاي حباك يا دكتور. ازايك اخبارك ايه. اه انا ادني عنده تسعة سنين. انا ما عنديش مشكلة في الاكل. يعني انا انا ادرى اسيطر على موضوع الاكل. عنده تسعة سنين ووزن واحد وخمسين كيلو. تسعة سنين ووزن واحد وخمسين. كيلو. وطوله مية واربعين. تمام. انا بسيطر عليه في موضوع الاكل ده. يعني وبتزيله بالليل مثلا زبادي لو هو جعين زبادي. اتزيله يعني انتي ما بتعشيهوش خالص? خالص. ما بتعشيه. وما عزل بيخسش. يعني انتي شايفة ان هو الاكل بتاعه كمية الاكل بسيطة وهو ما بيخسش. طب هو بيتحرك بيروح نادي بيلعب اي رياضة. بيلعب كورة. بيلعب كورة. اه بيلعب كورة تلت سيام في الاسبوع. كويس. يعني ومسيطرة عليه في موضوع الاكل جميل جدا. ومش حسة خالص انه بيخس ولا هو خس فترة. ولا تمتي. ما بيخسش خالص. طب انتي الاكل في البيت مسيطرة عليه. برا البيت بيأكل حاجات فيها حلويات كتير بيأكل شبسي. ما هو انا مش بتزيله قفلوا فلوس في الناس عشان يقدر يجيب اي سويس من الناس. يعني انا مسيطرة على حتة دي ومنعت الاول طبعا كان بيأكل شبسيات والحاجات دي. طب هو 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 طبيعة جسمه من وهو صغير كده ولا دمع طبيع من ساعة. لا لا يعني هو كان مولود اربع كيلو. ما شاء الله. طب انا لو شرق طوله انا في مثل هو ايمن لمحضرتك دلوقتي. انا بيأتي لو شرق طوله هل ده هيحرق الدغون اللي عنده? طيب انتي سؤالك حلو قوي. واه احنا متشكينيك اجاوبك على سؤالك. حاضرها انتبه حاضر. طب ناخد التليفون التاني ونجاوب مع بعض مادام ياسمين. اهلا بيك يا مادام ياسمين تفضلي. اهلا بيك اتفضلي. اهلا بيك اتفضلي. اهلا بيك اتفضلي. اهلا بيك اتفضلي. اهلا بيك انا اه. عندك كم سنة يا اسمية? انا عندي اربعين. وقليلي كان وزنك قد ايه وبقتي قد ايه? وزني كان مية خمسة وثلاثين بقيت مية مية وثلاثين. تمام. كان ايه? كان كم وزنها? مية خمسة وثلاثين وبقت مية وثلاثين نزلت ستة كيلو. اه خمسة كيلو. اه خمسة كيلو. طيب. يعني اه خلينا طب نجاوب الاول بقى بعدين نتكلم على حالة ياسمين دي لانه اربعين سنة احيانا يقولوا انه لما سن بيبقى يعني فوق التلاثين بيبقى نسبة في فكرة ان البني ادم يخص بتبقى اقل شوية من الشخص التاني. اه تسع سنين وزنه واحد وخمسين كيلو. كده كده الوزن كتير. كده الوزن كتير. اه هو طبعا عنده زيادة في الوزن منذ الولادة. فمن احد برضو الاسباب لزيادة الوزن بتبقى حاجات ورصية. اه جسمه بيبقى خلاص مؤهل على طول ان هو حتى لو ما بيقولش اكلات بسيطة بس بيبتدي يخزن اه دهون في جسمه. اه معدل حرق في جسمه قليل. اه هي مسيطرة عليه في الاكل. فحتى يبتقول له الاكلات بتاعته وزنه مفيش اكلات كتيرة. اه لما سألتها طبين تتخدي حاجات بين الواجبات بتزود وزنه. ومسلا شوكولاتة بيبس بتاع. منع كل. منع كل ده. فده واضح جدا ان هو معدل حرق عنده قليل. واضح جدا ان السبب بالنسبة له كان سبب براسة من ساعة الولادة. طيب هو لو خد الفايبرز هيخس ولا لأ اه. اه هيخس. طب تسع سنين. تسع سنين. ينفع ان هو ياخد ده. تسع سنين انا بديهم حاجة نباتية ومش عليها كيميكالز. فانا مش مؤثر ايهم في حاجة. طب هي هتفيدوا ولا هتضروا. ده انا بديك فيبرز. ده انا بديك الياف نباتية. ده سبليمت. انت عارف يعني ايه. انا بديك حاجة مكمل غزاري. دايما يبقوا الاطفال بالتحديد حتى بفكرة انه يعمل دايت. اه. 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 ليه بقى. اه. ليه دايما الاطفال لما بنيجي يقول لك هنعمل له دايت او هندي له حاجة تخسيسه. لسه بيكون جسمه ولسه وزبوي واستني. بالزبط. انا بيكون جسمه. بيكون العض. محتاج الفيتامينز. محتاج المعادن. طب ده انا بديك سبليمت. ما انا بديك ما هو الفيبرز عبارة عن ايه. ده هي معادن وفيتامينات. اه. هي عبارة عن ايه. ده هي بتبني الخلايا. هي عبارة عن ايه. ده هي بتساعد على النمو. تمام. ده هي لو انت يعني حتى التريند العالمي دلوقتي الناس في حاجات التجميل. تجميل الجلد. بيتدون فايبرز. عشان اجدد خلايا بتاعتك. خلايا الجسم. بالعكس. النهار ده حتى لو طفل. وده دي حاجة جديدة جدا. وتريند على مستوى العالم. انا بديك فايبرز. بديك حاجة هاتفيدك. فهو امن بالنسبة للاطفال. تماما. ما فيش فيه اي مشاكل خالص ولا لأي اضغط. تماما. بعد سن الاربعين الموضوع بيبقى سهل فكرة انه اقدر اخس. واقدر احفظ على وزني. ولو انا وزني فوق المية كده اقدر انزل. ولا لأ. وسريعا عشان الوقت انتهى. هو موضوع صعب شوية. يعني بيحصل لاخبطة في الهرمونات كتير في الفترة دي. اصلا بالنسبة للفيميل. بالنسبة للسيدات. آآ الغودة الدراقية بتبتدي انها تبقى خاملة شوية. فده بيقدي لزيادة الوزن شوية ده من البنت تيجي بعد سنة عدسين لخمسة وطرين اربعين. وزنها بيبتدي ان هو يزيد. طيب انا عايزة انزل الوزن دوت. اقدر اتنزلي. حافظي على جسمك. خد الفيبرز. استخدم الفيبرز بتاع الجده. استخدم الفيبرز بتاع العشاء. استمر عليه. هتنزلك في الشهر. متوسط ستة كيلو في الشهر. ودي النسبة العالمية. في ناس بتجيب معها نتيجة اعلى. في ناس بتجيب معها اقل. عشان الفيبرز بتاع الجسم. كل واحد حسب حالته وحسب شكل جسم. دكتور خالد نورتني. باشكر حضرتك جدا. شكرا لك. واشوفك على خير ان شاء الله. شكرا لك. باشكر حضرتكم مشاهدينا. شوف حضرتكم بكرا. ان شاء الله على خير لو عشتو كلي عمر اشوفكو بالف خير. سلام عليكم.